تابو حزام مركز نجا حمادي محافظة قنة هي احدى القرى الشهيرة التي شهدت احداث صعبة في قضايا الثقر من سنوات النهاردة هذه القرية بفضل الله سبحانه وتعالى بدأت تدخل خريطة حياة كريمة في كل المجالات انا بشكر حياة السيد المحافظ محافظ قنة اللي هو اشرف داودي على دوره المهم وكل الجهات المعنية انها بالفعل قدمت هذه القرية هي وحمرة دوم اللي يستحقوا بالفعل لنحن نقف معهم لانهم يعني تعبوا كتير وخدماتهم قلت وما فيش اي حاجة حد بيسأل فيهم مفترات طويلة حياة السيد محافظ زار القرية وكنت معاه مرتين وفي نفس الوقت الحياة بدأت تدخل حياة كريمة وكنا قبل كده برضو كلمنا السيد كامل وزير وزير النقل عمل لنا طريق سبع كيلو في الجبل وان شاء الله تنتهي قضايا الثقر الى الابد يعني الامور دي بدأت تحسن اعطت يعني اثر ايجابي في نفوس اولادنا اللي تفوقوا ابناء ابو حزام في مراحل التعليم المختلفة وفي هذا الاطار كرم الدكتور عفة محمد وزيري مدير عام ادارة ناجة حمادي التعليمية في شمال القنة كرم يوم الاحد الماضي الطلاب والطالبات المتفوقين والحائزين على درجات متقدمة في امتحان الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي عشرين تاتة وشرين عشرين ربو وشرين بمدرسة ابو حزام الاعدادية المشتركة بناجة حمادي حضر التكريم كل من دكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي الاسبخ دكتور احمد سعد جريو مدير ادارة التعليم الاعدادي وحمد المناعي مدير ادارة التعليم الابتدائي بمدير التربية والتعليم يعني كل التحية وكل التخضير لأهلنا في ابو حزام ولطلبنا في ابو حزام وحمر دوم وان شاء الله ربنا يعني يوفقهم جميعا والحياة يعني نضم مشاكل كتير جدا نتمنى انها تتحل في الفترة المقبلة